السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البيدي فور هنعمله بطريقة سهلة جدا ومأدير وبسيطة جدا جدا وهنعمله كمان بدون مكينة وبدون بيكم بودر وهيطلع معاك هش جدا وطعم وطحفة وناعم جدا جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه الافضل الصلاة والسلام ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف كمان مكونات بتاعتنا عبارة عن ايه وطبعا فضلا منك لو الفيديو عجبك ما تنسينيش باللايك اول حاجة في المأدير بتاعتنا معانا 750 جرام زبدة بدرجة حرارة التلاجة هضربها بالمضرب لغاية لما تبقى نعمة تماما معانا اهو بالشكل ده تمام وبعد كده هنضيف عليها كوب بيتين سكر السكر لازم يكون سكر بودرة منفعش سكر خشن تمام كوب بيتين سكر انا عايرتهم بكوبية المجي بتاعت الشاي معانا كوب بيتين الاول كده هقلبهم كده الاول عشان خاطر لو ضربتهم بالمضرب على طول طبعا السكر هيتير وبهدل الدنيا فهقلبهم كده بالمعلقة الاول وبعد كده هضربهم بالمضرب تمام زي الفل كده خلاص لغاية السكر لما يختفي معانا تماما كده مع الزبدة حلوة اوي كده تمام بعد كده بقى نبدأ نضيف المكونات التانية معانا معانا طبعا في المأدير بتاعتنا معانا تلات بضغط والبيض بيكون برضو بدرجة حرارة المطبخ تمام انا هعمل ايه طعم مش هحط الثلاث بضغط كلهم على بعضهم لا انا هحط بيضة بيضة واروح جاي دربوها بالمضرب لغاية لما تختفي معانا تماما هبدأ بعد كده روح جاي حطى البيضة التانية وهكذا وبرضو هضرب البيضة التانية لغاية برضو لما تختفي معانا تماما واروح جاي حطى البيضة التالتة لغاية لما خلص الثلاث بضغط بطول كلهم وبعد كده بقى برضو نشوف هنعمل ايه تاني في المقادير بتاعتنا بس لازم تضربيها كويس جدا لغايد لما تختفي معاك تماما بالشكل ده زي ما انت شايفاه تمام كده نجيب بقى المعلقة بقى واللم كده ايه المكونات بتاعتنا كلها كده مع بعض ديها هنجهز بقى معانا كيلو دقيق والديق لازم يكون دقيق مخصص بالكعك والبسكوت مش اي دقيق تستخدمي في البوديفور عشان النتيجة يطلع معاك ممتازة ويطلع كده البوديفور هاش وناعم وجميل جدا فلازم طبعا يكون ديه مخصص للكعك والبسكوت بتجيب طعم من عند العطار من السوق الماركت وتسأليه تقولي له ديه بتاعتنا عايزة ديه مخصص للكعك والبسكوت هحط شوية بشوية برضو كده واقلب عشان خاطر برضو ديه ما بهدلش الدنيا معايا هحط الكيلو كله بس طبعا هحط شوية بشوية كده طبعا المعلقة مش هينفع اشتغل بقى خالص فهروح جاية بقى حطة ديه بتاعي كله وهستخدم بقى ايديا بكفي ايديا بس كده وهبدأ بقى اعجن مش هعجن لأ هقلب بس كده زي ما انت شايفه اهو بالشكل ده لغاية الدينة ما يختفي معايا تماما انا هفضل بصي زي ما انت شايفه كده بكفي ايديا كده وبلف كده ايه العجن بتاعنا بالشكل ده بس طبعا البديفور ما بتعجنشي خلي بالك تمام زي الفل كده خلاص اديه اختفى معانا تماما والخليط كله تجنس كده مع بعضه هيبقى كده خلاص زي الفل هروح جاي بقى الطبقة تاني كده صغير كده حط فيه المكونات بتاعتي كلها شايفه السمك بتاعي العجنة بتاعتنا انا حطيت كيلو دي كله على المكونات بتاعتي يعني المقادير بتاعتي مظبوطة ما تقلقيش خالص امشي على نفس الخطوات وهيطلع معاك هاش جدا وناعم جدا جدا هنا خلاص جهستو رح جايه حطه في التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة وبعد كده نطلق مع بعض ونبدأ بقى نشكل ونشوف هنعمل ايه طبعا طلقته خلاص من التلاجة الصينية بتاعتي مدهنتهاش ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص هشتغل كده عصول فيها وشكل كده تشكيلة بتاعتنا بس طبعا للأسف الامع بتاعي بقى يعني كنت شغلة بيه بالعافية يعني مكسور والكيس مقطوع وكتحلته حالة صراحة يعني كنت بتعزب كده وانا شغلة بس الحمد لله رب نسترها يعني زي ما انتو شايفين كده ايه بيتعملها بشكل كده تشكيلة على قد ما اقدر كده تمام زي الفل كده خلص اخلص الكمية بتاعتي كلها كده ايه مش الكمية كلها يعني اللي هي في القرطوس حطيتها كلها كده في الصينية بالشكل ده اهو ادي الشكل معين اهو انا طعم كاشا عندي غير الشكل ده طبعا ممكن تجيب اشكال تانية يعني الموضوع الامع ده ممكن تلاقي في اشكال تانية والامع احسن حاجة احسن من انك تعمليه في المكنة والكلام ده كله لا الامع احسن واسهل ومشاء الله اشان خاطر في زبدة والكلام ده فسهل جدا كده ولا بيتعبك ولا اي حاجة اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده برضو اللي كانت في القرطوس انا بقى من القرطوس واروح جاية مالية الصينية بتاعتي بالشكل ده وبعد كده بقى ايه اعمل التسطين ام لا تاني واعمل الصينية تانية هشغل بقى الفرن بقى على درجة حرارة مية وستين وكنت مشغلة الفرن بتاعي من تحت بس وروح تجاية حتى الصوج بتاعي او الصينية على ايه الرف الوسطاني وسبتها يعني لمدة خمس دقايق مش اكتر من كده اني ما شاء الله الفرن اصلا كان سخن يعني او ما دخلتي فيه الحاجة ما شاء الله استوت معايا على طول يا دبك الظهر بتاعي البدفور بياغد لون بسيط جدا بس الوش طبعا مش بيحمر يعني ما شغلتش الشوية ولا اي حاجة هو يا دبك بس الارضية معايا اخلت لون بسيط وبعد كده روحت جاية بقى خلاص ايه بدأت بقى حط بقى سيو يبرد شوية وبعد ما برت شوية بدأت احطه كده في الطبق زي ما انتم شايفين بس طبعا لازم تسيبيه يهدى شوية عشان طبعا بقى طولع بقى ايه يعني ممكن يتكسر منك ويتفرفت والكلام ده كله اول ما تيجي تطلعيه وهو سخن فسيبيه يهدى كده وبعد كده بقى ايه حطيه في الصينية بتاعتي كده فوق بعضه تمام انا بعد كده بقى هحشيه بقى لو عايز تحضري معايا كمان الحشو انا بحشيه بقى جزاك الله خير اه مش عايزة فيش اي مشكلة وجزاك الله خير برده هنا طبعا معينا المربة مربة التين او مش مش ده احسن حاجة هجيب كده المربة وراح جاية حطها كده في الارضية بتاعت البوديفور وراح جاية قفل عليها التانية وخلاص الموضوع سهل جدا وبسيط بس زي ما قلتلك الافضل تجيبي المربة التين او المش مش دول احسن حاجة بيخلوا معاك البوديفور طعم وحلو بس لو جبت بقى اللي هي الفراولة مربة الفراولة بتقى بصراحة مش حلوة خالص حاجة بسطة جدا كده وتح الجلازة التانية عليها الموضوع مسل جدا وحلوة قوي قوي وكمان حاجة كده حلوة في البيت يعني اللي هي مبسطين جدا بيها ومسلية يعني مش حاجة صعبة كله ما شاء الله ما خدش وقت معانا واديها ست كمان الشوكولاتة حطيت معلقتين لبن على الشوكولاتة وحطيت الشوكولاتة على حمام ماء زي ما انتم شايفينه كده على نار هادية تماما يعني ست الاول مية غلية وبعد كده هديت النور وحطيت عليها كمان معلقة الزبدة من معلقة كبيرة وراحت جاي مقلبها بالشكل ده لغاوة الشوكولاتة بتاعتي مساحة وباقت زي الفل كده وطبعا مكترتش اللبن يبدوك بس مع علقتين الشوكولاتة بس يتفك معايا بس كده تمام كده اهو زي الفل كده خلاص بقى هشير الشوكولاتة ونبدأ بقى ايه آآ نعمل التشكيلة بتاعتنا هعميها طعم بالشكل ده كده ممكن طبعا التزوئ ده حكا براحتك انتي عايزة تعمل اي تزوئة تانية تمام آآ ممكن مكسرات ممكن شوكولاتة قبيضة ممكن زي ما انت عايزة يعني التشكيلة دي ازواء وبراحتك وعلى قد برضو ايه مقدرتك برضو بتعملي الحاجة وايه هم حاجة الطعم على فكرة الشكل ده مش اساسي هم حاجة الطعم يارب الوصفة بتاعت الكون عجبتكن النهاردة سهلة وبسيطة وبالله عليك يا شيخة لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطيلي اللايك وتشترك في القناة لو مش مشتركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته